أرجع إلى الأسئلة عندي الأخ إبراهيم من السعودية بارك الله فيه يقول بأنه يصلح دعشر ركع يقول عشر ركعات الأولى يقول أنهيها بسلام واحد وثم أصلي الركع الحادي عشر ويسأل يقول أنا أصلي باستفتاح واحد أخوي إبراهيم الله يبارك فيك ويرضى عليك ويجيدك حرص يا رب ولا شك بأن قيام الليل هو دأب الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل والله جل وعلا ذكر عباد الرحمن بأنهم يقومون الليل ويتهجدون ولذلك قيام الليل علامة على صحة الإيمان بحول الله وقوته الأمر الثاني أخوي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بركعة ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل أن تصلي الليل مثنى مثنى صح النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وصلى مرة ثم ركعات ثم سلم ثم قام وصلى ثلاث ركعات جميع 11 ركعين صلى ثمان ركعات سلم في الركعة الثامنة ثم قام وصلى ثلاث ركعات من دون تشبيه بالمغرب وإنما سردها سردا وهذا فعلها النبي سلم مرة أو مرتين في حياته ولذلك أخي الفاضل الأصل أن الإنسان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى والعلماء يؤكدون على هذا لأن النبي عليه الصلاة يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصفليوتر فأنت اللي تصلي هذا من قيام الليل هذا اللي تصلي هذا من قيام الليل يعني مثنى مثنى أما اللي تصلي أنت الآن ثم ركعات جميع وبعدين ركعة هذا كله وتر يسمى فالوتر هو ركعة أو تجمع الصروات كلها مثلا بهذا الطريق خمس ركعات هذه وتر يسمى سبع ركعات هذه وتر تسمى تسع ركعات تسمى وتر أما ركعتين ركعتين تقول قمت الليل قمت الليل وعباد الرحمن ذكر الله عز وجل كيف يقومون الليل وأيضا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فصلي بارك الله فيك ركعتين ركعتين وأوتر في الركع الحادي عشر تكون قمت الليل ولله الحمد وأتيت بصلاة الوتر وأسأل الله نتقبل منك بالنسبة للإستفتاح نعم واحد يعني من أوتر بخمسة أو بسبعة أو بتسعة مثلا يستفتح استفتاح واحد في الأول هذا هو استفتاح الصلاة كل صلاة فيها سلام الاستفتاح في أولها أنت الآن صلاتك الثم ركعات بسلام واحد إذا الاشتفتاح واحد في أولها بارك الله فيك موسيقى